اتكلمنا الفيديوهات اللي فاتت عن كل الاوراق المطلوبة للسفر ورقة ورقة وتكلمنا كمان عن كل ورقة بتاخد وقت قد ايه وامتى بالزبط تبدأ تجهز ورقة وعملنا جدول زمني ان شاء الله لو مشيت عليه هتلحق الدراسة في معادها ومش هيفوتك اي ترم ولسه مكملين سلسلة الفيديوهات اللي تخص كل حاجة في السفر لألمانيا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا انا شايفها من اهم الخطوات من اهمه اول الخطوات اللي بتبدأ فيها وانت بتجهز الورقة لألمانيا الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة هو موقع من اهم المواقع اللي ممكن تستخدمها في حياتك الموقع ده تقدر تعتبره دراعك اليمين للسفر لألمانيا اكتر حاجة بتوفر عليك وقت ومجهود رهيب ببساطة كده الويب سايت ده عليه كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في ألمانيا وطبعا زي ما انتم عارفين ان ألمانيا فيها اكتر من 380 جامعة ومؤسسة تعليم عالي على مستوى العالم في الفيديو ده هنتعلم ازاي نستخدم موقع ونعرف شوية كده عليه وهعلمك ازاي تجيب افضل جامعة مناسبة ليه الموقع ده مليان وميزات انت ممكن تقول له انت عايز تدرس فانهي بلد في جامعة ايه عايز تدرس ولا ماستر ولا لغة ولا كورس لغة ولا عايز تعمل اي حاجة عايز تعملها هو بيفلترلك الدنيا بتقدر كمان تحدد مصاريف الترم اللي انت عايزها مش بس كده انت ممكن كمان تحدد الولاية اللي انت عايز تدرس فيها يعني مثلا انت ليك ارايف في برلين ولا في ليبسيك ولا في لانسبورغ وعايز تبقى جنبهم اوقريب منهم بتقدر تحدد ده منه بتقدر تحدد كمان اللغة بتاعت الدراسة اذا كنت مثلا انت مش عايز تتعلم الماني انت ممكن تيجي زي ما انا ما عملت كده ممكن تيجي تدرس بالانجليش ومش هتبقى معك اي حاجة في الالماني انا انا ما عرفش اي حاجة في الالماني وعايش والدنيا زي الفولك لو قعدنا نقول في مميزات موقع الداد مش هنخلص النهاردة انا بعمل فيديو ده لسببين السبب التاني وده الاهم بالنسبالي داد اللي هدية من الداد هدية حلوة قبل مش عارف خلينا افتحها سوى الاول يا بيت بس ازدس اووووو Uyip سي اعلقوا هنا ممكن احطوا في المدالية بتاعتي مجدوب ما عطي اسمي احت الموقع دو اكي اي لايكت تعالوا بقى نشوف الموقع ده بيشتغل ازاي وهنحترف استخدامه وكالك على اسرار تستطيع ات 구همها وتاجب بيها الجامعة المناسبة لك بكل سهولة جلبينه. الموضوع ببساطة هتدخل كده على جوجل هتكتب موقع الداد. ايوة اهو ده كده. هتضغط عليها. هيفتح لك اول حاجة. خد بالكم لان موقع الداد اللي هو حاجات كتير قوي فانت لو دخلت غير السكة اللي انا بقولك عليها دي هتوه لان فيه كتير قوي. نصيحة امشي بس وانت هتوصل للي انت عايزه. كده فتحنا الموقع اهو. شوف هنا بيقولك ايه? دي لو انت داخل في اي حاجة تانية غير دي يعني ما نصحكش لانك هتوه في في اللي بيعملوه. بيقولك هنا ان في الفين سبعة واربعين برنامج متاح للدراسة. يعني حاجة ضخمة جدا. طيب. بسرعة كده ازاي بنستخدمه? زي ما انت شايف هنا كده في هنا بتختار الكورس طيب. بتختار ازا كان بكاليريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا كورس لغة ولا اللي انت عايزه. تعمل هنا بتكتب اللي انت عايزه هنا. بتختار اللغة اللي انت عايزها. يعني عايز تدرس بالالماني بس. عايز تدرس بالانجليزي بس. عايز تدرس بالاتنين مع معد. في كمان هنا الفيلد بتاع الدراسة بقى ازا كنت عايز تدرس اه مش عارف هوا باين عندكو ولا لا بس يعني خلينا نقول. في لو عايز تدرس هندسة عايز تدرس لغة عايز تدرس حقوق عايز تدرس رياضيات طب اه رياضة اي حاجة انت عايزها هتلاقي البرنامج بتاعك هنا. وممكن تكتب اللي انت عايزه على طول بتكتبه هنا يعني مسلا عايز تدرس شايف هيطلع لكه. كل الانجينيرينج جنرال انجينيرينج اه الانجينير بس نصيحة امشي معايا واحدة واحدة. هتختار الدراسة اللي انت عايزها اذا كانت بكاليريوس ولا ماستر دجري ولا ولا انت عايزه. خلينا نقول مسلا اه بكاليريوس وعايزين ندرس هندسة. ممكن ندرس انجليزي بس يعني خليه يطلع لنا ده ويطلع لنا ده. يعني انجليزي انجليزي والماني وانجليزي بس بحيس ان ايه مصعب الموضوع عليه شوية. واندوس تمام قوي كده. لو جلت بص هنا هتلاقي انهم طلع لك ستين برنامج متاح لك. ستين جامعة ممكن تقدم عليهم ستين برنامج ممكن تقدم عليهم ده رقم كبير جدا على فكرة. فاحنا محتاجين نفلتر العدد ده شوية يعني. نخليها انت ممكن تقدم على عشر جامعات ماكسيموم ما تزيدش عن كده يعني عشان ايه ما تكلفكش كتير. وهتقدم على العدد ده بس علشان فاهم لو ما جيتش في دي تيجي في دي. لو ما جيتش الجامعة دي تيجي الجامعة دي. بس مش اكتر. انا الحمد لها كنت مقدمة على اتناشر جامعة اترفضت من اربعتاشر. يعني الجامعة اللي انا فيها دلوقتي كانت اصلا اللي رفضتني وبعتتلي تاني قالت لي ان في مكان فودي فلو عايز تيجي. فيعني هو الموضوع ايه? تدخل الهي بحتي يعني ما انا ما كانش ليا انا هم الناس خدوني كده تعالي يلا بس لما جيت هنا عرفت هم اختروني ليه? في المفروض ان يبقى في كل جامعة مثلا عاملة برنامج معين للدراسة. البرنامج ده لازم هو للانترناشنال ستودنت. فهو لازم يحتوي على عدد كبير وجنسيات كتيرة. فهم لقوا ان ان الجنسيات سنقول الجنسية? لا هنقول عادي من مشكلة يعني. لقوا ان اكتر عدد موجود هم الهنود. فقال لك لا اعمل وخلي مثلا الرابع مثلا الهنود بس ووزع لي التلات اربع على دول كتيرة. فلما لقوا ان في من مصر وفي من اليمن وفي مش عارف منين فايه? بدأوا ايه? ينقوا ايه? الناس بقى عشان نرجع تاني عشان بس ما طولش عليكم. فعايزين نصعب الموضوع شوية ونقلل العدد بتاع الستين ده لحاجة يقل. هنقول له احنا عايزين ندرس هندسة معينة. عايزين ندرس مسلا سيف الانجينير. الانجينير. ميكانيكال انجينير. كده يعني زي ما انت عايز. خلينا وسلا نقول ميكانيكال انجينير. هتلاقي العدد قلل ايه? العشرين. كويس. عايزين نقلل له برضو كمان شوية بصراحة. كان زمان بيقول لك انت كمان تحدد بتاع الدراسة يعني لو انت في جامعات بتبقى طالبة في جامعات طالبة فانت بتحدد كمان المستواك في اللغة. سواء في الانجليزية ولا في الالمانية. بس ما عرفشهم عافلينه بلوقتي ليه? ما علينا. تعال هنا ممكن نحدد المكان اللي زي ما بقولك اللي عايز تدرس فيه. انت ممكن تختار المدينة اللي انت عايز تدرس فيها. عايز تدرس في برلين. عايز تدرس في هامبورج. عايز تدرس في اي مكان انت عايزه بحسن لو ليك قريب في البلد دي تعرف تدرس جنبهم وتكون قريب منهم. هتلاقي هنا كل الجامعات اللي طلعت لك. بس دي اول واحدة ممكن للصفحة التانية. اهو دي الصفحة التانية. دي بقى الجامعات. خلينا بقى ايه? خلاص احنا اتفقنا ان هم عشرين واحدة. هتدخل بقى على كل جامعة من دول. خطوة اللي بعد كده انك بتدخل على كل جامعة من دول. خلينا ناخد واحدة راندم لي كده. جامعة من جامعة الكويس يعني. الصفحة لما بتتفتح كده. بتلاقي هنا بتلاقي 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 التكلفة بتاعت الدراسة. بتلاقي متطلبات بتاعت التسجيل. اه شوية خدمات بيقدمها الموقع وبتلاقي هنا ايسف ايوا هنا كده. تقدر تتواصل مع الجامعة دي. ده الميل بتاعهم ده العنوان ده التليفون كل حاجة انت ممكن تتواصل مع الجامعة دي. طيب خلينا ننزل تحت شوية. لغة الدراسة بيقول لك طبعا الاول ان هو آآ باكالاريوس. بيقول لك ان التدريس بيبقى بالانجلش وبالالماني الاتنين مع بعض. فانت لازم آآ دي دي فهو بيقول لك ان النص بيبقى الماني والنص بيبقى انجلش. فانت لازم تبقى ايه الاتنين موجود. بيقول لك ان عدد الترمات بتاعتها ست ترمات. ده يعني تلات سنين بس. وبيبتدي في الوينتر سمستر. هنا فيه اشكالية والناس مش فاهمة ايه بيبتدي في وينتر سمستر وسامر سمستر. شوفوا الفيديو اللي فات بتاع مواعيد التقديم على الدراسة. هتفهمكم الحتة دي قوي. امتى الترم الشتوي بيبتدي وامتى الترم الصيفي بيبتدي. لان في ناس بتطلغبط ما بين مواعيد الترم ومواعيد التقديم على الترم. والديدلاين بتاع التقديم. فبشوف الفيديو ده لالناس اللي لسه متلغبطة. طيب نكمل بقولك ان الديدلاين اهو. ده الديدلاين ان هو خمستاشر سبعة. بتلاقي الفيز يعني هنا بيساعات بيبقى كاتف في جامعات المصاريف فينا على طول. او انت ممكن تخش على موقع الجامعة وتعرف منه المصاريف بتاعت الجامعة كان. وده بتاع الكونتنت بتاع الدراسة. يعني لو عايز تعرف هما بيدرسوا ايه بالزبط. ليه بيقول لك وش عارف ايه بلا بلا بلا. خلينا نشوف الكورس ديتل دي هيعرفك اكتر على الكورس نفسه. هيعرفك اكتر عن التفاصيل اللي هتدرسها. بقولك في اول سنة تدرس كذا 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 كذا. ثاني بيقولك هنا ان ان التدريس هيبقى خمسين في المية انجلش وخمسين في المية الماني. فانت محتاج الماني. طب خلينا نشوف ده هنا ما عرفش يبقى كاتبها ولا لا. او لازم تدخل على موقع الجامعة تشوف الكوست. بس هو بيقولك هي حوالي تلتمية وعشرين يورو. وعلى فكرة دي بتبقى شاملة يعني دي حاجة بتخليك تركب الموصلات في البلد اللي انت عايش فيها ببلاشة. هنا كاتب لك دي حاجة حلوة برضو ان هو يعرفك البلد اللي انت هتعيش فيها دي محتاج قد ايه فلوس عشان تعيش في الشهر. عيشها كويسة يعني عيشها مرتاحة جدا. بقولك ان تبقى حوالي تسعمية يورو. يعني تسعمية يورو تمنمية يورو رينج ده اه اكسابتابل جدا والناس تعرف تعيش عيشها كويسة يعني تعرف تاكل احسن اكل تسكن احسن سكن تشتري اللي انت عايزه كل الحاجة تسعمية يورو يعني انك تشتري كل حاجة انت عايزها وتعمل كل حاجة انت عايزها. حتى ممكن تطلع في اي حتى يعني لو عايز تطلع تتفسح في اي حتى برضو هيكافوك. تعالى تشوف بقى الحاجة المهمة وهي بتاعت كل جامعة. طبعا بيديك عن الجامعة والبرنامج لان الجامعة تبقى بيديه له المعلومات دي. بس انت محتاج لما تعمل بورا وقلم كده وتعط نقي كل الجامعات اللي انت اه اخترتها وتفلترهم. دي مسلا غالية بلاشها. دي مش عارف ايك. تعط تفلتر فيهم وتختار احسن جامعة بالنسبة لك. وتعرف المعلومات بتاعتها من على الموقع بتاع الجامعة. خلاص انت مهمة الدات كده خلصت ان هو جاب لك اهم الجامعات وافضل الجامعات اللي انت اخترتها. اللي هي مناسبة لك. بعد كده انت بتدخل على موقع كل الجامعة تذكر كويس قوي. تعرف من بتاعتها مش من الدات. منها هي شخصيا. ممكن تراسل دكاترة فيها. كل الحاجات دي بتعرفها من مراسلتك للجامعة. في حاجة هنا مهمة عايز اقولها. حتة انك تراسل الجامعة دي كانت بتخوفني. ما عرفش اي بتخوفكو ولا لأ دلوقتي بس كانت زباين بتخوفني. اذا رسلت جامعات ولا ليس? رسلت جامعات دي بحس ان الجامعات دي حاجة كده ايه? اراسلها ازاي? وانا بتشارب مع واحد صاحبك. طب تبعت له ميل بيرد عليك عن ميل. عايزكو تكسروا حاجز ان هو رسل الجامعات. دي بتبقى موظفة او موظف قاعدين بس بيستلموا شوية اميلايت وبيرد عليها. انا عايز اسأل على كزا طب تمام بيرد عليك. بياخد فلوس عشان يعملوا كده. فحبيت ايه اوضح النقطة دي اللي ان هي كانت مدايقاني شوية. اللي اني كنت بخاف بصراحة من ان رسل الجامعات وايه ده? والناس دي هتفكرني ليه? ولا هتجاجة عليها وتقول لا ده انا لحو لا الناس دي قاعدة موظفين بس علشان يردوا على الاميلايات بتاعتها. فما تكسفش انك تبعت لأي جامعة وما تكسفش انك تبعت لأي دكتور في الجامعة. نرجع تاني بتاعت الجامعة. هيقول لك هنا هيقول لك انت محتاج قد ايه مستوى في الالماني ومحتاج قد ايه مستوى في الانجلش. يعني هنا بيقول لك مثلا انك عايز محتاج محتاج في في الانجلش وفي الالماني. الانجلش انت ممكن تجيبها بس الالماني ايه بقى صعب شوية ياخد منك حوالي سنة وحبة علشان توصل للبي تو. لحد هنا مهمة الداد خلصت كده خلاص. احنا عايزين بقى ندخل دلوقتي خلاص انا اقتنعت بالجامعة دي واقتنعت بالبرنامج ده واللي بيدرسوه. وعلى فكرة الموقع الداد بتاعت تدور فيه مش قاعدة والسلام. انت بتاعت اسبوع تقريبا على موقع الداد وهتعرف من الفيديو اللي عملته قبل كده كل حاجة كل خطوة بتعملها بتاخد وقت قد ايه? في الجدول الزمني. ارجع على الفيديوهات اللي فايتت اه انا هحطها لكم في اخر الفيديو. هتعرف ان موقع الداد انت محتاج حوالي اسبوع علشان تقع بس تختار الجامعة المناسبة ليك وتذاكرها. يعني ايه تذاكرها? تعالوا بقى هنا كده ايه? دي الجامعة خلينا انا افترض ان احنا حبناها وخلاص البرنامج ده مناسب بالنسبة لي كفلوس وكبداية تيرمو وكل حاجة. بندخل بقى على بتاع الجامعة. برضو بتلاقيه بالالماني ممكن طبعا تغير اللغة بتاعته عادي. بس ده بالانجلش كويس يعني. هتلاقيه بقى موقع طبعا اول مرة افتح الموقع للجامعة دي اني ما عرفوش بس كل جامعة بيبقى ليها شكل كده معين فورما معينة بس كلهم سهلين يعني. ده لو انت هتدرس او بيقول لك البكاداريوز الماستر ديجري ستادي يعني شروط القبول هتقعد كده تفلي ايه في البتاع خلينا نقوله ان احنا عايزين البرامج بتاعة هتلاقيه كاتب لك هنا في اول سنة انت بتعمل ايه? لكده اول سنة انت بتعمل ايه? ودي تاني سنة في مواد كور يعني مواد اساسية وهتعمل مشاريع وفي مواد هتاخدها يعني مواد اختيارية بتختارها وفي اخر سنة بتعمل اللي هي بتعمل اللي مصروع التخرج او حاجات عملية بقى قبل التخرج يعني ممكن تروح تتدرب في شركة حاجات زي كده يعني هتلاقيه كاتب لك هنا برضو في اول سنة بتعمل ايه? وهنا بعد ما بتخلص اول سنة بص هتلاقيه كاتب لك كل التفاصيل طيب احنا محتاجين نعرف ايه هي الاول هو بيقول لك ان كل دي برامج انت تقدر تقدم عليها. طبعا احنا كنا عايزين يعني فيه وفيه هتلاقيه كل الحاجات دي بس احنا كنا داخلين على من الاول خلينا نقول له احنا عايزين كاتب لك هنا انك هتاخد في السمستر الاولاني الحاجات دي مستو مش عارف ايه بلا 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 وتلاقي السمستر التاني هتلاقيه كاتب لك كل التفاصيل اللي هتاخدها في كل لحد لما تتخرج عشان كده بقول لك خش دايما على موقع الجامعة بعد لما تخلص مهمتك معداد خش دايما على موقع الجامعة وذكروا كويس وزي ما قلت لك قبل كده انك ممكن تدخل تكلم اي حد انت عايز وفيه موظفين في دا كاترة هم بيبوص ايبين اللينكات بتاعتهم علشان حضرتك تبعت لهم لو عايز تسأل على حاجة فانت لو بصيت هنا هتلاقي كاتب لك هنا ان دي اسامي دا كاترة كده ممكن تدخل عليها اهو كل دول دا كاترة موجودين تبعي الميل في الاخر تخش كده على الميل بتبعت طبعا انا هخفي دوت عنكم لانه مش عايز حد يشوف الميلات بتاعتي بصراحة بس بتبعت لهم بالميل بتبعت لهم اي سؤال انت عايز تستفسر عنه في الجامعة دي او في البرنامج ده وبيردوا عليك ما تخافش من ان راس الجامعة دي مش كلمة كبيرة والله العظمية كانت بتخوفني جايز الموضوع ده مش معاكو بس يعني كانت بتخوفني فيه من الايام فانا حبيت ايه انوه على النقطة دي اتمنى ان انا كون عرفتوكو ازاي تستخدموا على الاقل اه الاساسيات بتاعة موقع كان نفسي اعملكو لو انت هتدرس ولا دكتوراه ولا حاجات دي بس عشان ما نطولش عليكو بس انتو ممكن تدخلوا واتدعبسوا يعني انا علمتوكو او الحاجات الاساسية زي ما انتو شايفين هو سهل وبسيط ما فوش اي حاجة بس الناس كان بتبعت لرسائل اللي احنا مش عارفين نستخدمه اظن انهم كانوا بدخلوا على لينكات تانية يعني في تانية نفس الوضع ده بس بيبقى عقيم شوية فده احسن حاجة وان شاء الله بازن الله هتلاقي البرنامج اللي انت عايزه في الجامعة اللي انت تحبها لسه في فيديوهات تانية كتير هتتعمل ومواقع تانية عايز اشرحها لانك بتستخدمها زي مثلا مواقع زي ده من اهم المواقع برضو اللي هتستخدمها لان ده اللي بيستلم ورقك انت بتبعت مش بتبعت ورقك للجامعة انت بتبعته وهو بيراجع ورقك ده غير فيديوهات تانية كتير كلها هحطها في وحدة بحيس انك ما تروحش في حتة كتير هي بلاي لست واحدة مش هتحتاج غيرها تقريبا واه حاجة مهمة انا برد على الكومنتات كلها ولو حد ببعت لي رسائل بعتها لي على الانستجرام لان انا ببرد على رسائل الانستجرام والكومنتات بتاعت اليوتيوب حتى برد عليها يعني ممكن لو نزلت في الفيديو هتلاقيني انا برد على كل الكومنتات وكل الرسائل على الانستجرام فما حدش يتكسف ان هو يسألني خادر المستطاع بحرد عليكم كلكم حاجة اخيرة قبل ما اقول لكم وتعملوا سبسكرايب ولايك والشير والحاجات دي احنا الفطر اللي جاي هنعمل هايكينج كتير وهنطلع اه نصور بالدرون اشتريت الدرون لطيارة الكاميرا اللي بتطير وهنصور بها في المانيا في حتات كتير مش شرطة المانيا ممكن نطلع في دولة تانية غير المانيا ونعمل هايكينج ونصور فلو عايزين تتابعوا يومياتي او الفيديوهات اللي بتنزل اسبوعية على اليوتيوب بتنسوش تعملوا في القناة وتفولو مي على الانستجرام لان تقريبا بنزل عليه هو يعني لو عايزين تعرفوا يومياتي بتمشي ازاي في المانيا ادخلوا على الانستجرام. السلام عليكم.